السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي انه هردنا ان شاء الله معادنا مع زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط اهو احد الازمين المهمة جدا اللي انا بستخدمها في اللغة الانجليزية شكل ما قلنا حبيبي قبل كده عشان اقول ان انا هاضم اي زمن وعارفه كويس واقدر افرقه عن الازمينة الاخرى ان انا اكون عارف فيه خمس حاجات اول حاجة حبيبي هي الفورم الفورم حبيبي اللي هو التكوين بتاعه الاستخدام والاستخدام ده ملاي الكلمات تدل على الزمن النافي السؤال وكمان ازاي يحول المبني طبعا لما اقول لك الزمن ده بيكون من ايه يعني الفعل التاعه شكله عامل ازاي تاني تكوين زمن يعني شكل فعل اللي الفعل فيه زمن الماضي البسيط عبارة عن تصريف تاني التصريف التاني ده حبيبي ممكن يكون عادي او شاس طيب بعرف انه عادي او شاس ازاي قال لي العادي بلاقيه مضاف للفعل الاساسي او اي دي او اي اي دي شكل like مثلا حبابي بلاقي الماضي بتاعها liked هنا زود delay عشان هي بتنتهي بإيه play الماضي بتاعها played زودت لها ed cry حلق الماضي بتاعها cried طب ليه هنا بقى قلبت ال y وهنا ما قلبتش قال لي لأن ال y هنا قبلها حرف ساكن لكن اللي فوق قبلها حرف متحرك بإذا أنا بقلب ال y ل i وزود ال ed إذا كان قبلها حرف ساكن مش متحرك طيب كلمة شكل كلمة drop الماضي بتاعها dropped هنا لو لاحظت ان انا ضعفت ال p وبعدين حطيت ed يعني اذا انتهى الفعل هو زي المقطع الواحد بحرف ساكن قبل حرفه متحرك ببعف الحرف الأخير أما الفعل الشهاز بقى حبابي هو الفعل اللي ولا بزوده d ولا ed ولا i ed يعني ما بغير شكله انا بخليه شكل ما هو شكل go and buy boat ride road here heard cut cut put put يبقى اذا انا ما عرفتش ان فيه فعل منتظم او غير منتظم الا لما خدت تصريفات الافعال يبقى لما يجي قولي i watched tv ويجي سألني الجملة دي بزمن اي ولا هروح لari ولا هروح لتي بي هروح للفعل بتاع اللي هو watched هلقيم زود له ed فبالتالي هقول على الفعل ده فعل ماضي ولما اسألك عادي ولا شاس هتقول لي عادي عادي لما اجي قولك كده هي saw a film يعني هو شاهد film لما اجي قولك الجملة دي في زمن اي فبتروح لفعلها الفعل هنا اي هتقول لي saw هتقول لي saw ده الماضي بتاع see فبالتالي الجملة دي في زمن الماضي البسيط يبقى اذا حبيبي بعرف ان الزمن الماضي بسيط يا اما بروح للفعل لا ايه مضافله دي او ايه دي او فعل شازم اللي انا حفظهم طيب ده بالنسبة حبيبي للتكوين تعالوا نشوف بقى حبيبي النفي قال لي لما اجي انفي زمن الماضي البسيط بنفي بكلمة didn't ورجع الفعل لمصدره تعالي حبيبي بنفي بكلمة didn't ورجع الفعل للمصدره الا was aware لما يكون الفعل بتاعي was aware النفي بتاعهم wasn't or weren't لكن ما ينفعش هنا اقول didn't be يعني لما يجي مثال يقول لي يعني هو مغسل عربية ويقول لي انفهالي فحاوله كده هم في بقى بكلمة didn't ووشت دي ترجع wash يبقى he didn't wash the car يعني هو مغسلش السيارة لاحظ بقى انا قولت he didn't ورجعت فعل المصدره يعني ما ينفعش اقول he didn't wash هتقول لي لا طبعا مع didn't لازم الفعل يرجع لمصدره وقلنا كلام ده كمان مع don't or doesn't اي verb to do ما يجيش وراءه الا مصدر الا بقى حبيبي لو كان الفعل بتاعي was aware يعني لو انا قلت كده he was happy يعني هو كان سعيد قلت لك تعال انين في الجملة دي ما ينفعش اقول بقى هنا he didn't be happy no هقول he wasn't happy يعني هو ما كانش سعيد اذا حبيبي كل اللي لافعل في الماضي من فاة didn't ترجعها لاصلة الا was where was بتبقى wasn't where بتبقى weren't نفس الكلام كده لو قالت they were at home يعني هما كانوا في البيت لو حبيبي تنفي الجملة دي فحقول they weren't at home يعني هما ما كانوش في البيت طب ازاي بقى مصدر حاجيلي الحاجات دي في الاختيار كلام بسيط خالص حيقول لي he didn't ولا wasn't ولا weren't play the match ولي تعال هلا اختار حاولوا كلام بسيط خالص هنا انا لازم ابص حبيبي وراء الاقواس وراء الاقواس هلاقي كلمة play play ده فعلا في المصدر خلي بالك حبابي المصدر مستحيل ييجي وراء was where اما ييجي وراء didn't يبقى نافي هنا بdidn't فقول he didn't play the match ليه او لو wasn't و weren't الفعل اللي بيجي وراءه بيكون حاجة من الاثنين يعني they plus ing اذا بيبقى ماضي مستمار ياما past participle وده بيبقى passive voice يعني مبني مجهول طيب يا مسر لو قال لي they didn't ولا wasn't ولا weren't happy حاولك اه happy day حتقول لي مش فعل وطالما مش فعل بقى اذا ما ينفعش افكار didn't didn't مستحيل تيجي الا بفعله وراها في المصدر بقى wasn't و weren't حقوله they بتاخد weren't يبقى قوله they weren't happy يبقى اللي حيفرق بين didn't و wasn't و weren't في الماضي ان didn't بيجي وراها مصدر و wasn't و weren't بيجي وراها صفة و بيجي وراها ظرف طب يا مسر في الاخطاء بي ايه يضحك علي ازاي توصل ليه يقول لك كده she doesn't at work yesterday يعني هي ما كانتش في العمل بقى طبعا الناس هنا اول ما هتشوف doesn't و هتشوف معها كلمة yesterday اللي هي من علامات الماضي فبتجر على طول تحق هقول لك كلي بقى لك بقى يا طرفي هنا فعله في المصدر هتقول لي لقى اذا ما ينفعش اصلا ام في في الماضي didn't ما ينفعش verbi to do اصلا اما هيبقى النافي هنا wasn't or weren't هقول she wasn't طب بقى مصر بقى لو كان قال لي هنا كلمة stay مثلا هقول لك اه يبقى اذا لو في stay بقى كده بقى فعلة في المصدر فبالتالي كنت قلت didn't عاده خالص يعني اقول didn't stay يعني لم يمكس في العمل انسي ده بالنسبة حبيبي للنافي تعالوا نشوف بقى السؤال بشكل ما قولنا قبل كده واتفقنا ان احنا عندنا نوعين اثنين من السؤال السؤال اولين بسميه yes and no question يعني السؤال اللي اجابته بyes و no فبيبدأ بفعل مساعد او wh question يعني السؤال اللي بيبدأ بقدات استفهام يبقى دول نوعين السؤال اللي موجود بين في الانجلش طيب قال لي في زمن الماضي السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد هيبدأ بكلمة did طب وبعدين هيجيب لي الفاعل وبعد الفاعل هيجيب لي مصدر الفاعل اتفقنا خلاص ان did لازم يجيب وراها مصدر ثاني did لازم يجيب وراها مصدر طيب لو بدأ بقدات استفهام قال لي لو بدأ بقدات استفهام برضو حيجيب ورها did وبعد did حيجيب فعل subject بتاعي وبعد كده حيجيبلي مصدر الفعل ويكمل السؤال يعني اذا بدأ السؤال ب did يبقى اذا هجاوب عليه ب is or no بدأ بدأ استفهام بشوف الاجابة عليها مثل لما يقول did you go to the park يعني هل انت رحت الحديقة طبعا هنا طالما السؤال ب did بكده عرفني انه بزمن الماضي ثانيا اني رجع الفعل للمصدر وفقوله did you go to the park والله لو انا رحت حقول yes واطلع بدل فقول yes I did طيب لو no اكيد حقول no I didn't يبقى اذا did لما تيجي في اول السؤال بيكمل معناها هل وبجاوب عليها ب yes or no ومع did لازم ارجع الفعل لمصدره عشان كده يجي قولي did ولا do ولا does he watch tv last night oh يعني لو شاهد التلفزيون اليلة اللي فاتت عطل last night من العلامات الماضي فبالتالي لازم اختار did وهنا لو جايبت أقول yes he did or no he didn't طيب لو السؤال بدأ بدأ استفهم حبابي قالي لو السؤال بدأ بدأ استفهم بجيب ولا did وبعد did بجيب الفعل وبعد كده المنظر يعني لو جيت سألتك كده قلت لك where فعل مساعد did you go yesterday where did you go yesterday يعني اين اذهب ده المجل جاوب على السؤال اللي في الماضي حبابي بشي اللي غدد you بحولها ل i وهنا بقى تالما did راح تلازم الفعل يبقى في الماضي فاقول i when واجيب المكان to the park يعني انا راح في الحديقة yesterday والافضل طبعا ان اجيب ظرف في المكان وبعد كده حبابي اجيب ظرف في الزمن مثال تاني مثلا يقول لي when did he get up اه يعني امتى هو استيقظ طب هو استيقظ مسلا الساعة ستة شيل وين وشيل د ابدأ من الفعل بتاعه هقول له did راح يبقى جيد تبقى got فقول he got up at six يعني هو صحيء الساعة ستة فلما يقول لي في الاختيارات when did sami يقول لي visiting visited visit aswan هقول له او والله فلما فيه did في السؤال يبقى لازم فعلا يرجع لمصدره يعني لازم اقول visit when did sami visit aswan طب امتى بصلا ربايا بقى السؤال في الماضي وما اخترش did هقول لك لما ما يكونت فيه فعلا في الماضي يعني لو سألتك كده بص السؤالي الجميل ده why did ولا do ولا was he happy yesterday طبعا حبابي الناس اول ما بتشوف yesterday بس يبقى كده الكلام في الماضي فاروح على على طول the mean the did هقول لك لأ يطلق في فعلا في المصدر هنا هتقول لي لأ ايبا اذا ما انفحش هجب لك ما لحجب مين was فقول why was he happy يسر دي يعني ليه هو كان سعيد انبلا كذلك حبابي لما شوف الجملة بزمن الماضي لازم اخلي بالي من تركيبة السؤال وانا بعمل السؤال ده في المحرسان يعني مثلا هو قال كده yes he watched the film طبعا هنا حبابي الاجابة دي بدأ بيس هو هنا عايزني اعمل سؤال جميل طالما بدأ الاجابة بيس او نو يعني معناها ان انا هعمل السؤال بتاعي بفعل مساعد طيب هتقول لي ما هنا مفيش فعل مساعد حولك بس الفعل ده في زمن الماضي يبقى على طول حبابي اجيب did الفعل بتاعي هبقى اللي هيحصل للفعل ده هشيل منه الايدي او ارجع المصدره لو كان شهز فقول did he watch the film يعني هل هو شاهد الفيلم تاني هل هو شاهد الفيلم يبقى اذا اذا كانت الاجابة بدأ بيس او وفي الماضي ببدأ انا بدأ طيب اذا كانت مفيش يس او قال لي خلاص ببدأ بعدات استفهام يعني لو انا جيت قلت لك كده احمد when to the shopping mall to buy a shirt اوه يعني احمد راح للشوبينج مول عشان يشتري اميس طبعا حبابي هنا two دي اللي معناها لكي بشكل ما احنا عارفين لكنها بيكوز بالزبط ييجي ورها الغرض وبالتالي باسعل عنها يعني عايز اقول ليه يا احمد راح المول يبقى اذا حسأل بواي حنزل اجيب فعل مساعد حلق الفعل ده بزمن الماضي يبقى لازم اجيب الفعل بتاعي هتقول ليه احمد يبقى اقول وايدد احمد طيب وايدد احمد ايه هترجع فعلك لمصدره يبقى to the shopping mall يعني ليه احمد ذهب للشوبينج مول فقول لي احمد went to the shopping mall to buy a shirt عشان يشتري اميس ده حبابي بالنسبة للسؤال طيب تعال نشوف how to change the stance ازاي يحول الزمن ده into passive voice ليه صغة المبني في المجهول قال لي الكلام بسيط خالص حبابي طبعا في صغة المبني المجهول في زمن الماضي البسيط طبعا كده كده حبابي انا ببدأ بالمفعول الobject التاعي وبعد كده قال لي بجيب من عندي was aware وبعد كده قال لل past participle التصريف الثالث للفعل طب الفعل لو جه هيجي مسبوق بكلمة vibe مثال بسيط لما جأقول يعني هاني نظف العربي لو انا عايز ابني الكلام ده مجهول حب ده من the car لأين مياه ديت احبابي المفعول فاقول the car فعلينا في الماضي باجيب was aware على حسب the car فاقول the car was cleaned بايند باي هاني يعني العربية تم تنظفها بواسطة هاني لما يجي اقولك the ancient Egyptians يعني القدماء المصريين built the pyramids يعني بانو الاهرامات بجأول لك الله تعالى نبني الجملة دي مجهولي بجأولي the pyramids يعني الاهرامات جامع طبعا فياخد where تصريف الثالث من built هو برضو built يدقى where built by بواسطة واجيب طبعا the ancient Egyptians اللي هما القدماء المصريين تاني the ancient Egyptians القدماء المصريين فإذن هنا لما يجي ابني مجهول بابدأ بالمفعول وبعدين يجيب was aware وبعد كده تصريف الثالث للفعل طيب بعرف ازاي مصدر في الاخطاء اللي دايما المبني المجهول بيتعرف من خلال الترجمة لما ترجمة كملة كويس اعرف انها مجمي مجهول يعني لو انا جيت قلت لك كده the dishes الاطباق washed by monk طبعا هنا مش معقولة الاطباق غسلت ابدا حتى لو مش مديني زمن جملة المفروض الاطباق مش فاعل الاطباق مفهوم اللي انا عايز اقول الاطباق اتغسلت بواسطة monk طبعا مديني هنا الكلام ماضي فانا عايز ما بمجهول في الماضي فاقوم اجيب was aware were dishes واجيب التصريف التالي يبقى اذا هقول the dishes كمعة اخد where وتبقى washed by mama يعني الاطباق اتغسلت بواسطة mama طيب يا mister لو جملة منفية لو جملة منفية بزمن الماضي البسيط وعايز ابنها مجهول قال لي كلام بسيط جدا قال لي بدل didn't حجيب wasn't weren't وبعدين برضو حجيب التصريف التالي للفعل مع ملاحظة ان انا ببدأ بالمفعول والفعل بتاعي مزوء بكلمة by بمعنى لو جيت انا اقولت لك البنت رانا didn't clean the flat رانا دي ما نظفتش الشقة قال لي الكلام بسيط خالص حد ب the flat ان هو ده المفعول بتاعي بدل didn't قولنا حجيب wasn't aware دي مفرد فتاخد wasn't فحقول the flat wasn't cleaned خلي بالك من الكلام wasn't cleaned by رانا يعني ما نظفتش بواسطة رانا طيب لو هو سؤال يا مستر حبني مجهول ازاي قال لي لو سؤال حلاقي بادئ بدد وبعد دد حلاقي الفاعل وبعد كده حلاقي المصدر وبعد كده حلاقي مفعول لازم يديني المفعول طبعا في السؤال عشان ابني مجهول طب اعمل ايه انا بقى قال لي نفس الفكرة بدل دد هبدأ بواز اول بس قبل ما ابدأ بواز اول حبيبي وقص على المفعول ليلة ان هو اللي حييجي بعد واز اول يعني انا قبل ما اجيب واز اول هبص على المفعول الاول ليلة انه حييجي مكان الفاعل وبعد قال للمصدر ده لازم يكون تصريف ثالث خلاص ما اجبت واز وار مكان دد يبقى خلي الفاعل في التصريف التالث وبعد كده نفس الكلام الفاعل حلقين مسبوء بكلمة ب مثال بسيط لما اجعل لك دد اذا ميكانيك من دكار لاحظ بقى يعني هل الميكانيك يصلح العربية طبعا السؤال ده في زمن الماضي اللي عرفني دد قال لي لما اجيب ابني مجهول مكان دد هجيب واز اول قلت قبل ما اجيب واز اول ببص على المفعول تاخد ايه هتقول لي تاخد واز واز ها رفع عليك اقول ميكانيك لا طبعا لاني بجيب المفعول مكان الفعل طب قال لي لأ ميند دي هتبقى تصريف ثالث فقول ميند يبقى واز ميند هاي ذا ميكانيك يعني هل العربية تصلاحت بواسطة الميكانيك عشان كده لو جيت لدي الناس كلها تغلط فيها يعني لو بدأني كده وقال لد داز ذا كور واش يسردي طبعا الناس كلها هنا هتبص على مين حبيبي على يسردي مش هتبص على واشت خلي بالك فحير راجع اي ديد هقول لأ طبعا هي العربية غسلت ولا غسلت هتقول لي لقد غسلت يعني الكلام مابني مجهول ثانيا لو بدأت بديد ازاي هتجيب وراه تصريف تاني او تارت مش هينفع طبعا فبالتالي هنا الكلام مابني مجهول في زمن الماضي فلازم اقول واز تعالوا حبيبي بقى نشوف امتى استردم الكلام اللي احنا قلناه ده كله سواء التكوين او النفي او السؤال او المبني المجموعة قال لي اول حاجة خالص يعني لما اتكلم عن احداث بدأت وانتهت في الماضي طبعا انا اعرف انها بدأت وانتهت في الماضي داي لكي اتحل هاي الكي ورد بتاع شكل يستردي شكل لاست شكل اجو شكل one day شكل in the old days في الايام السالفة شكل once يعني ذات المرة شكل once upon time شكل the other day شكل i wish شكل it's time وشكل كمان i would rather قال لي كل دول حبابي علامات من علامات زمن الماضي البسيط اول ما شوف ها لازم اجيل الفعل التاعي في زمن الماضي البسيط دي بتدل على ان الحدث بدأ وانتهى في زمن الماضي يعني حبابي لما جا اقول لك لانا watch ولا watched the film last night اكيد طبعا هتقول لي watch لما اسألك ليه هتقول لي عشان في last night last night من علامات الماضي بدأ دليل عين السابق الحدث ده بدأ وانتهى في زمن الماضي شكل مرتل لك العبارات مهمة جدا بقى يعني اقول لك i would rather يعني وفضل you ان انت واجه لك take ولا took ولا taken the medicine هنا بقى لازم يقول حافظ ان would rather it's time و i wish بدون اي علامات بيجي معهم ماضي بسيط يعني لو هنا قال لي i wish برضا اقول له i wish you took the medicine اقول it's time اقول it's time you took the medicine اي واحدة من ثلاثة هجيب معها ماضي يعني لو قال لي كده مستر رجيب ماضي i'd rather watch ولا watched tv اقول له watched حقول لك لا عشان اجيب وراها ماضي لازم يكون جاي وراها حبابي جملة كاملة انما لو الفعل جاي وراها على طول فهنا لازم اجيب مصدر الفعل بدون اي اضافات يبقى اول حاجة حبابي بيستخدم فيها زمن الماضي البسيط لما كن بتكلم عن احداث بدأت انتهت في زمن الماضي ثانيا اننا بيستخدمه لما اتكلم عن عادة في الماضي بيستخدمه لما اتكلم عن عادة في الماضي والعادة هنا بتبقى بحاجة من الاتنين يا اما بظرف تكرار مع علامة من علامات الماضي يا اما بكلمة used اللي معناها اعتاد ان نساء البسيط لو قلتلك ها قفت كده بس هتقول او كده زرف تكرار ومفيش مع اي حاجة ده من علامات مضارعة البسيط ها قلت ها قلت طب لو كمل بقى when he was in Alex لما كان في اسكندرية كان دايما بلعب تاني سأقول لك لا بقى هنا ظرف التكرار هنا بيدول على ان التكرار ده كان في الماضي اللي عرفني عشان قال لي when he was in Alex فعشان كده لازم اقول play يبقى ما يغرونيش كلمة always ورا حاجة plays لأ دربتها في الماضي فلازم اقول play اذا الاحداث دي كانت بتكرر في الماضي كانت عادة في الماضي او ان انا استخدم كلمة used حبيبي معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي لم يعد يفعل ه الان طبعا used to بيجو ورها مصدر فلما يجو قول لي يعني هو اعتاد ان هو يدخن قال لي ا طبعا قال له اعتاد ان هو يدخن معناها he doesn't smoke now خلي بالك معناها ان هو دلوقتي ما عادش يدخن او he doesn't smoke anymore لم يعد يدخن او he no longer smokes او يعني لم يعد يدخن اذا اعتاد ان يفعل شيء في الماضي معناها ان هو ما بيعملوش دلوقتي وقال لي كمان بتدينا معنى he was in the habit of he was in the habit of يعني هو كان عنده عادة طبعا ايه حاجة يعني هو كان عنده عادة التدخن اذا حبيبي الحاجة التانية اللي انا بستخدم فيها زمن الماضي البسيط للتعبير عن عادة في زمن الماضي كمان بستخدمه حبيبي للتعبير عن شيء غير محتمل حدوثه في المستقبل وهنا هتلاقيني بقى بستخدم ايه حبيبي هتلاقيني بستخدم حالة الف التانية اللي هي ماضي بسيط والجملة التانية وود زائد المقدر يعني يقول لي كده يبقى لاحظ جاي ده شيء غير محتمل حدوثه يعني لو هو لقى كويس حيكسب يبقى لاحظ انا استخدمت زمن الماضي البسيط للتعبير عن شيء غير محتمل حدوثه في المستقبل وده في حالة الف التانية الماضي بسيط وتزائد المصدر يبقى ازن لازم اذاكر الزمن ده كويس جدا عشان بيترتب عليه حاجات كتير جدا بعد جدا في القناة لازم اعرف تكوينه بيكوه من ايه لازم اعرف استخدامه استخدمه العلامات بتاعته النفي السؤال وكمان المبني للمقوم يلا لو ما كنتش تركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنتش في حالة الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا